نظم المجلس القومي للطفولة والأمومة احتفالية كبيرة في أطار الاحتفال باليوم العالمي للطفل وذلك وسط تأكيدات على الالتزام الوطني الكامل والدعم التام لكافة الأطفال تأتي احتفالية يوم الطفل بالتزامن مع جهود الدولة في سبيل تحسين حياة الأسرة المصرية بشكل عام وحياة الطفل بشكل خاص في إطار الاحتفالات باليوم العالمي للطفل نظم المجلس القومي للأمومة والطفولة احتفالية كبرى وذلك وسط تأكيدات على الالتزام الوطني الكامل والدعم التام لكافة الأطفال لتقديم كافة أوجه الرعاية والحماية لخلق بيئة تضمن للأطفال مستقبل أفضل النهاردة المجلس قام يتفوله والأمومة بيسعد بالشراكة مع تنسية شباب الأحزاب والسياسيين ومجلس القبائل والعائلات المصرية بتعاون مع التربية والتعليم وزارة الثقافة علشان ندي الفرصة للأطفال ان هم يقولوا لنا هم حاسين بايه وخاصة ان احنا شايفين في المنطقة بتاعتنا كلها الأحداث المؤسفة واحنا بنتكلم على اليوم بتاع الطفل اللي يحتفل بيه العالم 20 نوفمبر من كل عام اللي بيحصل للأطفال في المنطقة تأتي احتفاليته يوم الطفل بالتزامن مع جهود الدولة في سبيل تحسين حياة الأسرة المصرية بشكل عام وحياة الطفل بشكل خاص وذلك عن طريق إطلاق العديد من المبادرات والحملات على مدار السنوات الماضية لرعاية الطفل بما يضع مستقبلا مشرقا ليس للأسرة والمجتمع فقط بل للوطني ككل فعيد المشاركة اليوم في الاحتفال باليوم العالمي للطفل هناك الكثير مما نحتفل به للأطفال في مصر ولكن على الجانب الآخر هناك من المحزن ما يحدث للأطفال في غزة والسودان ومناطق أخرى في العالم ويجب علينا أن نهتم ونتزم برفاه الأطفال ومعاناتهم نحن النهاردة بنحتفل بعيد الطفل وفيه لسه قانون صادر من مجلس النواب على استقلالية المجلس القومي للطفولة والأمومة والحقيقة أن ده كان مطلب دستوري هم جدا ونأمل أن القانون يساعد المجلس الفترة القادمة في أنه يحقق المزيد من الإنجازات في ملف الطفل وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للطفولة اليوم العالمي للطفل هو اليوم الذي اعتمدت فيه الأمم المتحدة لاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والتي كانت مصر من أوائل الدول التي صدقت عليها واتخذت كافة التدابير لإنفاذها والعمل بها وفقا لتشريعاتها الوطنية